الكلة تكفي الكلة انك تقول لا اله الا الله سبحان الله تكفي الكلة ده لسه ما كلماش لا على قلب ولا على كلا ولا على مخ نتكلم على الكلة فبتنزل الدم طيب هذه الكلة اللي بتشتغل بكفاءة عالية المية بتنزل اخده اللي انا عايزه واسيبه الباقي الصوديوم نزل باخده اللي انا عايزه واسيبه الباقي وهكذا طيب يعني ايه فشل كلوي هنخش بقى احنا خلص خلصنا الكلب شغل بالزوء اهي حلوة ومفيش امراض ولا اي حاجة يعني ايه فشل كلوي الفشل الكلوي نوعين كبار جدا نوعين كبار جدا قبل ما اقول انواع الفشل الكلوي ابقى معا يعني ابقى معنديش ضمير ان لم اترحم اترحم على من ادخلوا علم الكلة في مصر اترحم وادعي للي موجودين بالصحة والعافية رب اترحم على استاذي اللي دخل الكلة الصناعية في مصر الدكتور المرحوم عمنا في حسب الله ما شاء الله هو اللي علمنا يعني ايه كلة صناعية هو اللي علمنا كنت بشتغل معاه قبل ما سيب الكلة واشتغل طب حالات حارجة كنت بشتغل معاه هو اللي دخل الكلة الصناعية في مصر وعلمني ان ايه كلة صناعية دكتور عمنا بحسب الله رحمة الله عليه اتكلم فيه زي ما انت عايز العلم والاخلاق والدين كل حاجة كل حاجة تعلمنا منه كل حاجة وكان يطلع مانا رحلات هو من الاسماعيلية فكان ياخدنا في الاسماعيلية حاجة يعني مثل رائع لاستاذ جامعي رائع ما شاء الله بنته مية حسب الله اشتغلت كلا ما شاء الله هي استاذ كلا في القصر العيني دلوقتي ما شاء الله عليه لا انسى دكتور رشاد برسوم رحمة الله عليه رشاد برسوم علامة من علامات الكلة في مصر علامة وكثيرين جدا لكن بدعي بالصحة والعافية لخوية وزميل عمري دكتور عمر الخشاب من احسن الناس اللي فهموا الكلة دكتور عمر الخشاب لابن الدكتورة سهير القلموي وابن الدكتوري حيال الخشاب عميد كلية الاداب فهو سلالة علمية رائع وبنته طلعت زيه سهير الخشاب برضو كلا فمصر ما شاء الله ما شاء الله مليانة ناس بتفهم في الكلة كويس جيت جدا ما شاء الله بس بدأوا بالدكتور عمنا محساو الله رحمة الله عليه فنيجي بعد كده يعني ايه فشل كلوي الفشل كلوي نوعين كبر جدا يا حد يا مزمن يا حد يا مزمن يعني ايه يعني فجأة بولي وقف فجأة بولي ما فيش بول يعني ايه صفر اقولك لا العلماء اتفقوا على رقم ربعمية سنتي العلماء اتفقوا على رقم ربعمية سنتي اللي بولي يقل عن ربعمية سنتي في اليوم يجري يكشف يجري يكشف لماذا لان ده بداية او فشل كلوي حد اقل من ربعمية يعني اذا ما قدرش اشخص فشل كلوي إلا ما قيش البول ما قولهاش جدعانة كده ده فشل كلوي حاد طبعا له اسباب عديدة كثيرة قد يكون انا غلطان قد يقول انا غلطان ان البول مقفول عليه بروستاطا افلت البول في الناس الكبار حصوى افلت ورم افل البول طب انا غلطان ده مش فشل كلوي هل هذا فشل كلوي ولا احتباس بول لا الاجابة الاحتباس طب ازاي فرق ده من ده ازاي فرق واحد جاي باحتباس بول من واحد فشل كلوي والاثنين البول قليل احد الاسادزة اللي كانوا بيدرسولنا قال لنا مثل رائع حقوله لكم بعد الفاصل